السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب والطالبات مرحبا بكم فيديو جيد على قناتكم كورد السوتين أفيك عبدو فهذه الفيديو هاته ان شاء الله سعال هنشوف معكم اعلان تسجيل طلب الجدد بسلك الاجازة برسم الموسم الجامعي الفين وفع وعشرين الفين وخمسة وعشرين بكلية الاداب والعلوم الانسانية بمدينة موراكوش اذا هذي اول كلية كانت اعلان على الاعلان ديال امتلقات تسجيل طلب الجدد بسلك الاجازة ان شاء الله اذا هنحاول نشوف معكم الشروط ومراحل التسجيل اللي غادي تكون ان شاء الله تعالى اذا كيف ما كتشوف معي الاعلان هو على الشاشة يعلن عامل كلية الاداب والعلم انسان يموراكوش عن انتلق عملية تسجيل طلب الجدد برسم الموسم الجامع الفين وفع وعشرين الفين وخمسة وعشرين لمن لحامل يشهادت البكالورية الفين وفع وعشرين او الفين وثلاثة وعشرين يعني الناس اللي عندهم بكالورية الفين واثبوع وعشرين هذا السنة فعندهم الحق أنهمalg GAET يتسجلوا يعني يعني غيتسجلوا ديرقتون وعادي بينا. والناس اللي عندهم مثلا الفين وثلاثة وعشرين. يعني مثلا عندك بكالورية الفين وثلاثة وعشرين لقريتي مثلا في شو كلية او لقريتي مثلا في تكوير ميهاني ولا قريتي في شو بلاصة. مغيتي تبدل فما عندكش المشكيل غيريتبدل عاد جدا غيريتسجل محلة غيرتسجل من الناس عجل تفقين. هذا الاعلان يخص الناس اللي عندهم باكالورياي 24-23. الناس اللي عندهم باكالورية قديمة انا ساعت 것으로 ذا الذا الموضوع بجي لكم. كما تتشفي معي بانه عملية سجيل طلباتاتك استخدام عبر مرحلتين. كي من التسجيل القبلي وكي من التسجيل النهائي مش عبر ملف تسجيل المؤسسة تسجيل القبلي كيف Rusia يتم? التسجيل القبلي طبع الوصل قبل خمسة وعين غiot faint sagotfif اذا لم اشينا لي غلقا بقى مستداد ودابا لانه الاعلاني لا تحتغل اليوم كما كنتشوفوا هي الواجهة العامة اللي فات يعني كما كنتشوف معي بأنه مواقع كان مفتوح ذاك العام تنرب عطاش شويتان امبير الفين ثلاثة وعشرين. يعني وخا شوفوا معي خمسة وعشرين على هاتين يددوا تسجيل في العام. يعني كيف يددوا بالمرض في شرط سعود. كما كتشوفوا معي فوالا هانتما اللي عندوا باكالوريا الفين ومحال ذاك العام الفين ثلاثة وعشرين الفين اربعة وعشرين تسجل في هذه المسألة الجديدة. الناس اللي هانتما الناس اللي حاصل على الباكالوريا قبل عام الفين واتين وعشرين. هادي يا رأة نظر العام اللي فات. يعني هادو الناس اللي عندهم باكالوريا قديمة هادو اا كيديرو وتقديم طالب تسجيل لكلية الادب العلم زين. يعني كتمشي كتدير طالب كتدفع طالب ليهم تمام. يعني كتقول لهم انها عندي باكالوريا اا قديمة وبويت نتسجل يعني كتمشي للافك وقدفع طالب عندهم. تفقينهم كدول امر لي كيديرو. هنا يا بالنسبة لتسجيل كيفاش كيديرو لي الطالب الجدد كيجوها والتسجيل القبلي كتكليك الى دليم حالكا. اي تفتح لبارحة لساعة بقى التسجيلات مغلاقة. فاميضون كدير الطريقة كيفاش كيتسجله. اذا اي فوقيت تحل هاد سيت هادا رأي نحط لكم طريقة دي التسجيل كيفاش. دبعا نحاول كنعطيكم اه الشروط دي التسجيل وطريقة دي التسجيل. المرحلة التانية يعني من بعد ما كانت سجل لنا في ذاك الموقع وكان نحط لمعلومات ديالي وكل شي داك شي اللي بغيت يطلبوا مني. المرحلة التانية سيتموا عن الاعلان عن الموعيد الخاص لكل طالب لإيداع ملف تسجيله. يعني من اللي غادي تسجل نتايا وغا تكمل المعلومات ديالك وغا تكمل الزيطاب. غا تخرج واحد الاستمارة واحد الوصل. غا تخرجه. غا يكون عندك هاداك الوصل غا تحتفظ به. النهار غادي يعنو على الناس باش النهار غادي يعنو على باش انك غا تمشي تحط الملف تسجيل ديالك غا تجيل هادا الرابط هادا. هتكلي كيلي بحالكة. افول. نفتحه في انجلي دخله. فهلا بحالكة غادي نفتحه هنا يا. فهلا هادا هو الرابط ديال اسميتو. هنا بقي في استدعاء الجديدة اختبر بحديث اللغة الاجنبية والتقافية. دور اسميتو. كده موقع تحطو في اسميتو. كيحطو في الاستدعاءات. ها هو استدعاء. يعني نهار غادي يعيطو لكم باش تحطو الملفات ديالكم. را غا تلقى الاستدعاء ديالك هنا. غا تقترضي الرقم ما صار ديالك غا تدير ولا رقم بطاقة الوطنية. وغا تلقى استدعاء ديالك عالي جدا. اذا هادا اه هادي المرحلة الثانية يعني كمشوكو نحطو الملف ديالنا في اه فلافاك عبر هادا الرابط هادا اللي كالقوا فيه. امتا غا دي نجي ونحطوه يعني يعطوك لمواعد امتا تحط الملف ديالك. اذا ملف التسجيل كي تكون لاؤما تاني شاهدات البكالورية الأصلية. شاهدات البكالورية الأصلية يعني كارتونة ديالك طرورة غا تتكون باسميته. واربعا ديSun اربعاba. اربعا نساق من شاهدات البكالورية. هنا مدينowym مصادقة على البكالورية، رائطة الثانية. ارناس لا بصدار منا نصيحة. لكن نعلم. كان نصيحة كنصيحة الثانية والبكالورية. أربع المساختين من البطاقة الوطنية صورتان فوتوغرافيتان حديثتان. العجوش تصورجي своего رجولك. وشهادة العمل او شهادة عدم العمل. للطلب الحاصلين على بكالورية الصنف احرار يعني الناس اللي عندهم بكالورية احرار يعني الذي كان خدام ولي لا خدام اسzetه غيرا لكي يجب أحد شهادة العمل بانو را babies. وبالنسبة الطلوب اللي ما خدام من ما يجب الشهادة عدم العمل ويدفعها بالنسبة للبكالورية احرار الناس لي جدوا الى دو Ober겠다. نحن وصل التسجيل القبلي هو هذا الذي تسجلت به هنا يجب أن تسجيل هذا الرابط التسجيل القبلي سيخرج الكوات الاستمراء في الخر هذا هو وصل التسجيل القبلي ووثائق التي ستجدهم وهذا يسجل عادي جداً كما ترون معي بأن هذه جامعة القضائيات كشفية الأدب والعلم الإنسانية تخصوصات التي تفتحها تخصوصات التي تفتحها هما الدراسات الإسلامية والجغرافية والدراسات الفرنسية الدراسات العربية الدراسات الإنجليزية التاريخ والطورات والدراسات الإسبانية الفلسفة وعلم الإججمع وعلم النفس تفقين أنه كدومة تخصوصات المفتحين في هذه الكلية بالنسبة للروافد الروافد يعني شكونا هم المودون اللي كتقبل يعني متانا الناس اللي بغي يديروا الدراسات الإسلامية يعني يخصوهم يكونوا كينتابعوا من هذه المودن هذه يعني تكون كتنتابع العملات مراكش أو السلغناء أو إقليم ششاواء أو إقليم الرحاملة أو للحوز إلى أخير الصاويرة جهت العيون إلى أخير يعني كما كتشوفوا معي هذا الجدول هذا الناس اللي بغي يديروا جغرافية أو للفرنسية أو للعربية أو للإنجليزية خصوهم يكونوا كينتابعوا لهذا المودن هذا الروافد يعني يعني لا فكت قبل الناس اللي عندهم باكالورية فالبلصة هذه يعني مثلا أنا عندي باكالورية مثلا في الدخلة ودي الدهب فأنا عندي الحق أنا نجي نتسجل في كلية الأدب والعلم الإنسانية بمدينة مراكش تفقين؟ الناس اللي عندهم مواردازات عندهم الحق يجيوا يتسجلون يعني هذا الأمور هذه نشوفوا واحد القضية مهمة بزاف نهضر عليها شوفوا معايا نشرح لكم واحد القضية مهمة مثلا كما كتشوفوا معايا هنا إقليمتين غير إقليمتين غير كينة هنا بالنسبة الجغرافية والدراسات الفرنسية العربية والإنجليزية إقليمتين غير عندهم الحق فهذا التخصوصات عادوا تفقين؟ عندهم الحق فهذا التخصوصات وعندهم الحق يجيوا التاريخ والترات تفقين ولكن إقليمتين غير ما عندهمش الحق يجيوا الدراسات الإسلامية لماذا؟ لأنهم مكينة هناك كما كتشوف معايا قالات السلاغنان شيشاوار حامنال حوز الصوارات الداخلاء وأرزازات اقليمتي غير ما عندهمش الحق يجيوا الدراسات الإسلامية فاهمين؟ هنا عندهم الحق يجيوا التاريخ والتاريخ هنا جهات موراكوش أسافي فقط لبيدروا الدراسات الإسبانية هنا مراكش اسفيه ، هدو مراكش اسفيه ، مراكش اسفيه . صويرا اسفيه و مراكش اسيف والإسمة قاعدة سراغنا. يعني هذو كل هذو المدن هذو عندهم الحق ان هم يجووا يتسجلوا في عالم نفس بمدينة مراكوش. اذا كان هذا الفيديو هذا فيديو خاص بطريقة تسجيل والامور اللي طالبين بالنسبة للتسجيل. في كلية الاداب والعلوم الإنسانية بمدينة مراكوش. نتمنى لكم التوفيق في حين انه يتفتح السيت ان شاء الله تعالى ديلة التسجيل. انا نعطيكم وانشرح لكم طريقة ديلة التسجيل بإذن الله. تعالى. تمنى لكم التوفيق والله يصير لكم اجمعين.